أعود إلى إكمال كلامي بخصوص اللقطة الثالثة وهي اللقطة السورية الشامية ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من حديث حدثنا به إمامنا الباقر إذا اختلف الرمحان بالشام وقد تشابكت الرماح واختلفت وتخالفت واستكت أسنتها ولا زال صوت الاصطكاك يسمع في كل زاوية من زوايا بلاد الشام فرمح الحكومة السورية استكى برمح المعارضة السورية من الشعب السوري والرمح الشيعي الذي ناصر سوريا استكى مع الرمح السني الذي ناصر الإرهاب ورماح الإرهابيين استكت فيما بينها والرمح التركي استكى بالرمح الكردي في سوريا واستكى رمح جبهة الممانعة والمقاومة مع الرمح الإسرائيلي الصهيوني واستكى الرمح الأمريكي مع الرمح الروسي واستكت 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 استكت رماح ورماح واستكت سياسات دول الخليج مع السياسة الإيرانية واستكت واستكت سياسات دول عربية أخرى مع السياسة السورية استكاك الرماح في الحرب وفي السياسة وفي الحياة الاجتماعية إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله ما هي هذه الآية قيل وما هي يا أمير المؤمنين قال رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من مئة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذاباً على الكافرين إنها رجفة الثورة السورية وما تشقق عنها وما تفرع عنها من قتل وقتال وسفك للدماء قتل كثيرون لكن الذي جرى بحسب الرواية وبحسب الواقع على الأرض فإن الرجفة تلك سيجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذاباً على الكافرين إنهم الكافرون ببيعة الغدير الرحمة هنا رحمة نسبية فإن الأخطار والأضرار ستكون قليلة جداً بالنسبة للمؤمنين للمؤمنين القاطنين في الديار الشامية فإن الرشفة تلك ستجعل الإرهابيين يستكون فيما بينهم وتجعل الأتراك يستكون مع الأكراد للخلاف السياسي المعروف ما بين الأتراك والأكراد في داخل تركيا وآثار ذلك تنجر على أكراد العراقي وأكراد سوريا لكنها انجرت على الأكراد السوريين بشكل أقوى وتلك هي تفرعات الفتنة السورية الشامية رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من مئة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين إنها رحمة نسبية وعذابا على الكافرين إنه عذاب نسبي فإذا كان ذلك يعني إذا ما جرت هذه الوقائع اختلفت الرماح وبسبب اختلاف الرماح حدثت رجفة في الشام وهلك من هلك أعداد كثيرة هلكوا وقتلوا فتلك الرجفة وتلك الفتنة في سنيها الأولى ستكون ليست مضرة بأشياع أهل البيت في الشام وإنما الضرر الأكبر سيقع على الكافرين ببيعة الغدير يجعلها الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين فإذا كان ذلك إذا ما حدثت هذه الوقائع وكنتم تشهدون الأمر وها نحن نشهده ولقد شهدناه من قبل فإذا كان ذلك فانظروا هناك شيء سيتحقق على أرض سورية فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام هذا متى سيكون عندنا هنا مجموعتان المجموعة الأولى أصحاب البراذين المجموعة الثانية أصحاب الرايات الصفر سيكونون ظاهرين أمام أعيننا نشاهدهم إن كنا في أرض الشام أو عبر الإنترنت أو عبر الفضائيات فإننا نشاهدهم بأعيننا هناك أصحاب البراذين وهناك أصحاب الرايات الصفر ولو دققنا النظر فإن الأمير صلوات الله عليه شخص الألوان فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب اللون الأشهب والرايات الصفر اللون الأصفر هذه لغة الألوان وهي لغة محددة ولغة قادرة على التعيين والتشخيص فهناك اللون الأشهب وهناك اللون الأصفر يكون واضحا أمام أعيننا فإذا كان ذلك إذا مختلفت الرماح وحدثت الرجفة وهلك الكثيرون وكل ذلك كان رحمة نسبية للشيعة القاطنين في الشام من الشاميين وكان عذابا على الكافرين على الذين كفروا ببيعة الغدير إذا كان ذلك فانظروا وميزوا الألوان هناك اللون الأشهب وهناك اللون الأصفر فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام فهناك أصحاب البراذين وهناك أصحاب الرايات الصفر وذلك سأعود إلى بياني هذه الكلمات لكنني أحتاج أن أقرأ ما بعدها وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر الجزع الأكبر والموت الأحمر كل هذا أين سيكون في الشام قطعا الرواية شامية سورية دمشقية كل تفاصيلها من البداية إذا اختلف الرمحان بالشام الرجفة تكون بالشام أصحاب البراذين وأصحاب الرايات الصفر حتى تحل بالشام فانظروا خسف قرية من دمشق يقال يقال لها حرست حرست مدينة شامية فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد السفياني شامي من الوادي اليابس الوادي اليابس شامي حتى يستوي على منبر دمشق ودمشق كما يقال صرة الشام دمشق هي عاصمة الشام بل يقال لدمشق من أنها هي الشام الرواية شامية سورية دمشقية بكل المقاييس فهذا الجزع الأكبر والموت الأحمر إنما هو سوري شامي دمشقي قولوا ما شئتم وذلك عند الجزع الأكبر الجزع هي الحالة التي يتلاشى عندها الصبر الموت الأحمر إنه القتل الموت الأبيض موت الإنسان بالمرض أما الموت الأحمر موت الإنسان بالقتل وإنما وصف بالأحمر لون الدم الرواية رواية ألوان لون أشهب لون أصفر لون أحمر وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر إذا أردنا أن ندرس تفاصيل وقائع الثورة السورية الفتنة الشامية قولوا ما شئتم اختلاف الرماح في بلاد الشام إذا أردنا أن ندرس التفاصيل للوقائع التي جرت الجزع الأكبر والموت الأحمر حدث في الفترة التي فر فيها عدد كبير من السوريين إلى البلدان المجاورة هناك من فر إلى الأردن وهناك من فر إلى لبنان وهناك من فر إلى العراق وهناك من فر إلى تركيا وبعد ذلك فروا فرارا كبيرا إلى بلاد أوروبا الفترة التي فر فيها السوريون بأعداد هائلة وجموع غفيرة هي هذه الفترة فترة الجزع الأكبر والموت الأحمر فقد كثر القتل كثر القتل في جميع الاتجاهات وجزع الناس جزع شديد هذا هو الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء في تلك الفترة في السنوات الماضية من سنوات الثورة السورية الفتنة الشامية شاهدنا بأم أعيننا شاهدنا أصحاب البراذين الشهب المحذوفة ورأينا بأم أعيننا أصحاب الرايات الصفر وهي تقبل من مغرب دمشق وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر كل هذا حدث في هذه الفترة الزمانية حينما أصيب السوريون بحالة جزع شديدة الجزع حالة نفسية والموت الأحمر حالة مادية جسدية قتلت أعداد كثيرة من السوريين الذين قتلوا في مرحلة الرجفة رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من مئة ألف يجعلها الله رحمة للمؤمنين الشيعة الذين خرجوا من سوريا ما خرجوا بالطريقة التي خرج بها غير الشيعة الأمر نسبي كما قلت لكم نسبي الرحمة نسبية التي تحدثت عنها هذه الرواية الشريفة وكذلك العذاب نسبي وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر فإنكم ستشاهدون بأعينكم هكذا يقول لنا أمير المؤمنين ماذا نشاهد يا أمير الأمراء فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة تعبير غريب غريب جدا لا ينطبق إلا على زماننا سأفكك لكم هذه الكلمات فانظروا إلى أصحاب البراذين أصحابها هم الذين يمتطونها البراذين جمع لبرذون وهذا هو اللفظ الدقيق في اللغة وإن شاع على ألسنتنا نقول من أن البراذين جمع لبرذون وهذا مستعمل في لغة العرب أيضا لكن اللفظ الدقيق المنضبط منضبط بالهيئة اللغوية لمثل هذه الكلمات البرذون وهو الذكر والبرذونة وهي الأنثى البرذونة أنثى البرذون والبرذون هو الذكر من مراد من البراذين البراذين تطلق على الخيول غير العربية الأصيلة هناك الخيول العراب الخيول العراب هي الخيول العربية الأصيلة التي تعرف أنسابها وأوصافها وخصائصها تعرف أنسابها ما بين الخيول وهي إلى يومنا هذا من أغلى أنواع الخيول في العالم الخيول العراب الخيول العراب هي الخيول العربية الأصيلة وموطنها جزيرة العرب هذه الخيول العراب موطنها الأصل وإن أصبح موطنها الآن باريس ولندن موطن الخيول العربية في زماننا هذا في فرنسا والمملكة المتحدة أكثر الخيول العربية الأصيلة في العالم تتواجد في هذين البلدين غير الخيول العراب يقال لها البراذين أكانت خيولا تركية أم كانت خيولا هندية أم كانت خيولا رومية غير الخيول العربية يقال لها البراذين ربما تجدون في كتب اللغة من أن البراذين هي الخيول التركية صحيح هذا لكن اللفظة ليست خاصة بالخيول التركية إنما شاع استعمالها في كتب اللغة لأن أكثر الخيول في بلاد العربي من غير الخيول العراب هي الخيول التركية وإلا فالبراذين تطلق على كل أنواع الخيول غير الخيول العراب وهي الخيول العربية الأصيلة وقد يطلق البرذون كما هو شائع في لفظه قد يطلق على البغل الكبير هناك بغال صغيرة بغال ظهورها واطئ وهناك بغال ظهورها عالية البغال العالية البغال الكبيرة أيضا يقال لها البراذين على أي حال البراذين هي الخيول غير العربية فانظروا إلى أصحاب البراذين ثم ماذا قالت الرواية الشريفة الشهب حدثتنا عن لون هذه البراذين لون لونها لون أشهب اللون الأشهب كما يقال في الأدب العربي هو اللون الأبيض الذي يخالطه السوات يمكنني أن أقرب لكم المعنى بتعبير آخر اللون الأشهب هو أضعف درجة من درجات اللون الذهبي اللون الذهبي له درجات أضعف درجة آخر مرتبة من مراتبي اللون الذهبي هو هذا اللون الأشهب إنه اللون الأبيض الذي يخالطه السوات بدرجة من الدرجات والمراد من السواد هنا ليس المراد من السواد اللون الأسود الأسود الفاحم وإنما يراد من ذلك اللون الداكن لون داكن يخالط البياض يعطينا درجة من درجات اللون الأشهب من الآخر أقرب لون من الألوان الموجودة على الأرض السورية في أجواء الفتنة هذه هو اللون الخاكي اللون العسكري اللون الخاكي هو درجة من درجات اللون الأشهب إنها الدبابات الروسية إنها الدبابات من كل الجنسيات الدبابات الروسية عند السوريين أو الناقلات والدبابات عند كل المجموعات من الروس وغير الروس ممن يمتلكون الدبابات والمدرعات والناقلات العسكرية هذه هي البراذين الشهب المحذوف ما المراد من المحذوف إذا ما قلت دابة فرس برذونة محذوف أتعلمون ما المراد منها إنها الدابة التي قطعت آذانها وبتر ذيلها الدابة التي تقطع آذانها ويقطع ذيلها يقطع بكامله يقطع بعضه يقال لها دابة محذوف والذيول في بعض الحالات نعم فقطع فقطع الآذان قد يعد في البيطرة القديمة قد يعد نوعا من أنواع العلاج للحيوانات فتقطع آذان الحيوانات لعلاجها لمداواتها ولتخليصها من بعض ما يطرأ عليها من الأمراض والعلال هكذا هم يقولون لا شأن لنا بهذه التفاصيل ليست مهمة وربما يقطعونها لأسباب أخرى كأن تكون علامة لتلك الدابة أو لأي أمر آخر ليس مهما أن تقطع آذان البراذين وأن تقطع ذيولها لكنني أسألكم هل هناك جيش في العالم عبر التأريخ جميع أصحابه يركبون البراذين والبراذين هذه كلها بلون واحد وباللون الأشهب وهو أقل الألوان في الخيول في الخيول العربية وفي البراذي السكرية لأنها تلون بلون واحد وهي لا آذان لها ولا ذيول فما هي من البراذين الخيول إنها البراذين التي صنعها البشر إنها البراذين الروسية إنها الدبابات والمدرعات الحربية والناقلات العسكرية لم يمر في التأريخ أن جيشاً بكامله يمتطي البراذين فقط وإنما كل مقاتل من الفرسان يأتي بفرسه قد تكون عربية أصيلة وقد تكون من البراذين وقد تكون وتكون ولا يعقل أن جميع الخيل جميع البراذين بلون واحد جيش بكامله كل البراذين فيه بلون أشهر باللون الأشهر وهو أقل الألوان في الخيول وكل الخيول قد قطعت آذانها وأذنابها لماذا لماذا إنها الدبابات والمدرعات والناقلات العسكرية وصف دقيق يتناسب مع زمان الكلام ومع زمان هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوف وماذا بعد والرايات الصفر تعرفونها هل هناك من رايات صفر ارتفعت في ديار الشام بعد الفتنة السورية هل هناك من رايات ارتفعت في ديار الشام لونها أصفر غير رايات حزب الله الشيعي اللبناني إنها رايات حزب الله الشيعي اللبناني والرايات الصفر تقبل من أي جهة من المغرب من مغرب سوريا قلت لكم قبل قليل الرواية شامية سورية دمشقية بامتياز إذا ما وقف الواقف في مركز مدينة دمشق في السنتر في ساحة المرجة السوريون والدمشقيون يعرفون ساحة المرجة وكذلك الذين زاروا سوريا يعرفون ذلك سنتر المدينة مركز المدينة لو وقف واقف في دمشق في ساحة المرجة ونظر إلى جهة الغرب إلى غرب دمشق لو رسمنا خطا من عنده مستقيما فإنه سيتجه باتجاه بيروت وباتجاه الجنوب اللبناني إنه اللبنان الشيعي من هناك أقبلت الرايات الصفر من مغرب دمشق إذا أردتم أن تعود إلى الخرائط فعودوا إلى خريطة سوريا ولبنان وحددوا جهة الغرب وارسموا خطا من مدينة دمشق إلى لبنان سيقودكم الخط إلى جنوب بيروت وإلى جنوب الأرض اللبنانية إنه الجنوب اللبناني الجنوب الشيعي من هناك أقبلت الرايات الصفر من مغرب سوريا من مغرب دمشق الرواية سورية بامتياز في كل تفاصيلها من أول كلمة إلى آخر كلمة فيها فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوف والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام وقد حلت الرايات الصفر في بلاد الشام وأما أصحاب البراذين هم قد حلوا أيضا ولكنهم جاءوا سوريا من المغرب البعيد فما بعد لبنان البحر المتوسط وما بعد البحر المتوسط تأتينا أوروبا وروسيا وروسيا جزء من أوروبا جزء من المغرب الأوروبي فأصحاب البراذين الشهب المحذوفة جاءوا من المغرب الأوروبي والرايات والرايات الصفر أقبلت من الجنوب اللبناني من مغرب دمشق من مغرب سوريا بالضبط وبالدقة فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر تذكروا الحوادثة وعودوا إلى تأريخ وقائع الفتنة الشامية والثورة السورية حينما حدث الجزع الأكبر وهيمن على نفوس السوريين وانتشر الموت الأحمر في الديار السورية فر السوريون إلى الدول المجاورة وفروا بعد ذلك إلى مختلف بقاع العالم عند الجزع الأكبر والموت الأحمر وفي خضم ذلك الوقت شاهدنا أصحاب البراذين الشهب المحذوفة ورأينا الرايات الصفر خفاقة في ديار الشام يا أمير العمراء لقد شاهدنا ورأينا ونظرنا وسمعنا يا أمير العمراء نذهب إلى فاصل عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه حيث قال ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل إن لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل وعن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وثر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال إذا اختلفت بن أمية ذهب ملكهم ثم يملك بن العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلف فيما بينهم فإذا اختلف ذهب ملكهم واختلف أهل الشرط وأهل الغربي نعم وأهل القبلة ويلخى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنف النف فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا يرد له رائح أبدا حتى يموت فإذا كان ذلك إذا ما تحققت هذه المضامين التي حدثنا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر فإذا كان ذلك بعد هذه الوقائع فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرست انظروا هذه يناسبها أن تكون بمعنى انتظروا أكثر مما يناسب هذا المعنى الجملة السابقة فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة يمكننا أن نقول من أن معنى انظروا هنا يعني انتظروا لكن السياقة وما جرى على أرض الواقع يجعل معنى انظروا في الجملة الأولى أي شاهدوا بأعينكم أما انظروا هذه تأتي بمعنى انتظروا وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر فإذا كان ذلك فانظروا فانتظروا وربما أريد المعنى فانظروا بأعينكم فإذا كان ذلك فانظروا فانتظروا ماذا ننتظر فانظروا خسف قرية من دمشق المراد من قرية من دمشق أي أنها قريبة من دمشق المحافظة السورية الملاصقة للعاصمة يقال لها محافظة ريف دمشق ريف دمشق يعني أطراف دمشق المحافظة الملاصقة للعاصمة هي محافظة ريف دمشق ومدينة حرستا هي مدينة شاخصة معروفة من أهم مدن هذه المحافظة وهي قريبة من دمشق الذي يخرج من مدينة دمشق في الطريق الذي يؤدي إلى مدينة حمص فإن مدينة حرستا تقع على هذا الطريق بالقرب من مدينة دمشق فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا وحرستا كلمة آرامية قديمة العارفون باللغة الآرامية يقولون تعني الأرض الخشن الأرض الصلبة فلربما أريد من الوادي اليابس أقول ربما ربما فلربما أريد من الوادي اليابس الذي يخرج منه السفياني ربما ربما ترجمة عربية للغة الآرامية حرستا فحرستا الأرض الصلبة حرستا الأرض الخشنة الأرض الصخرية وفعلا البقاع التي تحيط بهذه المدينة بقاع صخرية الصخور والحصى والأحجار واضحة في أرضها تلك هي حرستا فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا وهي مدينة موجودة قائمة في زماننا فانظروا خسف قرية هذا الخسف قد يكون خسفا طبيعيا وقد يكون نتيجة قصف نتيجة انفجارات خصوصا إذا ما نظرنا إلى ما تقدم في الرواية من بيان معنى رجفة فالرجفة قد تكون حدثا من حوادث الطبيعة من الكوارث الطبيعية وكذلك الخسف لكن القرائن الموجودة في هذا النص تشير إلى أن الرجفة ما هي بكارثة طبيعية الرجفة هنا حرب دمار عسكري خراب بلاد تهديم بيوت انظروا إلى ما جرى في سوريا وفي المدن السورية تلك هي الرجفة الخسف سيكون في نفس هذا السياق بحسب ما يبدو لأن الكلام عن رايات صفر وعن براذين شهب وعن وعن والأصل في الموضوع اختلاف الرماح فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرست هناك من يقول من أن الخسف العسكرية قد حدد هذا لا نستطيع أن نتأكد منه ومن أن الرواية تحدثت عن هذا الذي يتحدثون عنه نحن بانتظار هذا الخسف أكان كارثة طبيعية أم كان كارثة بشرية من صنع البشر فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرست فإذا كان ذلك أمير المؤمنين لم يقل هنا فانظروا لأن القضية ستكون واضحة للعيان فإذا كان ذلك إذا ما حدث الخسف في حرست فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس الوادي اليابس قد يطلق في زماننا جغرافيا على المنطقة التي تقع شمال مدينة عجلون الأردنية وهو الذي يقال له وادي الريان أيضا في زماننا المعاصر هكذا يقولون لكننا إذا أردنا أن نعود إلى التأريخ وإلى المعاجم القديمة فإن الوادي اليابس هي الأرض التي تلتقي فيها أرض سورية وأرض الأردن وأرض فلسطين هذه البقعة من نهايات هذه البلدان سوريا الأردن فلسطين هذه البقعة هي التي يقال لها الوادي اليابس وفي سوريا تحديدا في منطقة درعة درعة هي جزء من الوادي اليابس الذي تمتد أرضه إلى جزء من الأردن وإلى جزء من فلسطين فهذا هو الوادي اليابس تحديدا السفياني مبدأ خروجه من درعة من الوادي اليابس الحديث عن الوادي اليابس في سوريا الرواية سورية وإنما قيل له الوادي اليابس لأن أكثر أرضه أرض صخرية فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد وآكلة الأكباد تعرفونها إنها هنيدة هنيدة إنها أم معاوية فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد السفياني المشؤوم من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق بعد تفاصيل الوقائع مع الأبقع والأصهب حديث الألوان حديث الألوان لغة الألوان السفياني صاحب الراية الحمراء الراية الحمراء هي الراية الأموية يقاتل الأبقع ويقتله ويقاتل الأصهب ويقتله حتى يستوي على منبر دمشق فإذا استوى على منبر دمشق السفياني ظهوره في محرم في السنة التي فيها رجب العلامات وهي سنة زوجية ما هي بسنة فردية يستمر في القتال من محرم إلى شهر رجب إنه في أوائل رجب يستوي على منبر دمشق وفي الوقت نفسه تبدأ معالم اليماني في اليمن ومعالم الخراساني في خراسان في إيران فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس حتى يستوي على منبر دمشق فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي هناك انتظار لعدة شهور هناك انتظار حيث تبدأ العلامات في رجب العلامات لاحظوا دقة التعابير في الرواية الشريفة فإذا كان ذلك إذا كانت الرجفة في الشام وقتل ما قتل فيها وكانت رحمة نسبية للمؤمنين وعذابا نسبيا للكافرين ببيعة الغدير فإذا كان ذلك قد تحقق فانظروا انظروا بعيونكم إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر فإذا كان ذلك فانظروا انتظروا انتظروا إنها النظرة من أسماء الغيبة يقال لها الغيبة ويقال لها السترة ويقال لها الفترة ويقال لها الهدنة ويقال لها النظرة أمير المؤمنين في كلماته كان مرة يقول عنها السترة وأخرى الفترة وأخرى الغيبة وأخرى النظرة فإذا كان ذلك فانظروا انتظروا خسف قرية من دمشق يقال لها يقال لها حرست إذا ما حدث الخسف مباشرة يخرج السفيانين فإذا كان ذلك الإمام ما قال فانظروا فإذا كان ذلك إذا حدث الخسف في حرست خرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس حتى يستوي على منبر دمشق فإذا كان ذلك فانتظروا نحن بحاجة إلى انتظار أطول من فانظروا فانظروا إن الفترة ستكون قصيرة هذه القاعدة المعروفة زيادة المباني تدل على زيادة المعاني اصطاع واستطاع نظر وانتظر فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي السفياني يخرج في محرم يقاتل ستة أشهر يستوي على منبر دمشق في شهر رجب الإمام الحجة يخرج في محرم بعد السنة التي فيها رجب العلامات مدة بقاء السفياني من استوائه على منبر دمشق إلى نهاية حكمه بيد إمام زماننا مدة تسعة أشهر هذا يعني أن نهايته ستكون في نهاية ربيع الأول أو في بداية ربيع الثاني إما في نهاية ربيع الأول أو في بداية ربيع الثاني لأنه من خلال القرائن يستوي على منبر دمشق ليس في اليوم الأول من شهر رجب وإنما في الأسبوع الأول من شهر رجب فإذا أردنا أن نشخص المدة بالدقة من نهاية الأسبوع الأول إذا كان هذا التشخيص صحيحا فإن مدة تسعة أشهر ستكون نهايتها في بدايات ربيع الثاني من السنة التي يظهر فيها إمام زماننا في العاشر من شهر محرم كل هذه التفاصيل من رواياتهم وأحاديثهم الشريفة قلت لكم إنني قضيت عمري أركض وراء هذا الموضوع فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي صلوات الله وسلامه عليه لقد تحقق الكثير من هذه اللقطة الشامية نحن بانتظار خسف حرست وبانتظار ابن آكلة الأكبات والعيون إلى مكة المكرمة العيون إلى الحجاز العيون على الدرب بانتظار القادم العزيز صلوات تترى وشعابيب نور تحيات تتوالى على أفنيته المقدسة نذهب إلى فاصل تتوالى